بغالبية كبيرة وافق نواب الأوروبيون على إلغاء مساعدات بـ 70 مليون يورو كانت مخصصة لتركيا بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان وحرية الصحافة وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية وافق 544 عضوا على وقت المساعدات ورى نواب الأوروبيون أن الإجراءات التي تتخذها حكومة أنقرة تفعد الدولة التركية عن الاتحاد الأوروبي وأن المعايير الديمقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك وما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح الأموال لأنقرة ومنذ محاولات الانقلاب الفاشلة عام 2016 اعتقلت أنقرة أكثر من 50 ألف شخص بالإضافة إلى تعليق أفصل 150 ألف آخرين من عملهم في الجيش أو في القطعين العامي والخاص واعتقال ناشطين حقوقيين كمديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا خلال يوليو 2017 وكانت المساعدات المالية الهدفة لتجيء اندمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد جمدت في نوفمبر 2017 حتى تم اشتراطه أن تحقق تركيا تقدما كافيا وملموسا في احترام القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة قبل أن تعود المساعدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر